بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب العياب قال حدثنا موسى قال حدثنا أبوهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة قال حدثني أبو جبيرة قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بلا القاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكر ما يقول لا أدري أيهما جعل لي صاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال ما إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة قال فرأيت إن كان كذاك قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ابن عباس رضي الله عنهم الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن العمش عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البديل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام وأحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد وهذا المجلس المبارك مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين وكنا قد وقفنا قبل الإجازة الماضية عند هذا الباب ونهاية هذا الباب والأحاديث التي قرأها القارئ يعني ذكرناها ومررنا عليها مرورا سريعا لأن معانيها متكررة وقد سبقت سواء كان حديث أو أثر الضحاك وهو التنابس بالألقاب وذكرنا هذه الآية وشرحناها بالتفصيل وأيضا كذلك الأثر الذي بعده وهو أثر ابن عباس وابن عمر هو بنفس المعنى الذي سبق أن ذكرناه في الأحاديث الماضية وهي تتعلق بقضية أن المؤمن لا يمكن أن يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا في ألفاظه ولا سخابا في الأسواق ولا لعانا ولا طعانا سبقا ذكرنا هذه المعاني لأن الحديث الماضية كانت كثيرة في هذا الباب وفي هذا المجال وهي أوضح من هنا وأيضا حديث الأخير في هذا الباب وهو حديث عبد الله بن مسعود ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئ سبقت تراجم رواة هذا الحديث وسبق أيضا الحديث عن معاني هذا الحديث وعلى كل حال أيها الأخوة هذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضحة على أن من أعظم مقاصد الإسلام وذكرنا هذا مرارا أن من أعظم مقاصد الإسلام هو حفظ اللسان وحفظ المنطق وحفظ وحدة المجتمع وسلامة المجتمع وإن من أعظم ما يطعن في وحدة المجتمع وسلامته أن يتجرأ اللسان على أعراض المسلمين وأن يتجرأ الإنسان على هذه المحرمات وهذه الآفات في اللسان وهي السب والشتم والطعن والفاحش من البذيء والفاحش البذيء من الفاض وغير ذلك نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في التمادح حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم معدحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا نعم يقول البخاري رحمه الله في هذا الباب باب ما جاء في التمادح وهذه مسألة مهمة يوليخوا لأن الناس في هذه القضية على طرفين نقيض إما مغرق في المدح ومفرط وإما جافي والتمادح كما قال البخاري هنا في هذه الترجمة هو تفاعل من المدح وهذا يقتضي أن يكون بين الطرفين ولكن لا يلزم هذا والمقصود يعني المعنى واضح أن التمادح هو تبادل المدح بين الطرفين وقد يكون هذا وقد لا يكون لا يلزم أن يتبادل الطرفان المدح وأيضا يقال للتمادح يقال له الممادحة والتمدح وفي الصحيح في المصنف الصحيح المخاري في هذا الكتاب ترجمت هذا الباب بعنوان آخر حيث قال باب ما يكره من المدح باب ما يكره من المدح وهذا فيه إشعار أيها الإخوة أن المدح فيه ما يكره وفيه ما لا يكره وسندكر هذا إن شاء الله بالتفصيل هذه المسألة مسألة المدح كما قلت لكم أيها الإخوة تجاذبت فيها الأطراف فمن مغرق ومفرط في المدح ومن جافي ومقصر تماما في هذه المسألة بينما الإسلام جاء بالوسط العدل وبين هذه المسألة تبينا شافيا وسندكر البخاري رحمه الله بضعة أحاديث تضع هذه المسألة في نصابها الصحيح لأننا نشاهد أيها الإخوة يعني الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذه المسألة وهي مسألة شرعية مهمة وهي قضية المدح هل يجوز لي أن أمدح أو لا ومتى يجوز ومن هو الذي يمدح ومن هو الذي لا يمدح والحالات التي لا يجوز أبدا أن يكون فيها مدح ومفاسد وآثار المدح إلى آخر ما تناولته الشريعة في قضية المدح بتفصيل وإسهاب وسنحاول إن شاء الله في هذه الدقائق أن نوجز الكلام عن هذه القضية المهمة أما المدح أيها الإخوة الذي أباحته الشريعة وسمحت به فهو مضبوط بضوابط ليس الأمر مفلوتا على الغارب الحبل على الغارب كلا بل الأمر منضبطا في الشريعة بضوابط يجب على كل من أراد أن يمدح أن يستحضر هذه الضوابط فإن كانت هذه الضوابط توفرت فلا بأس وكان المدح من الأحوال المباحة بل أحيانا كما سيأتينا إن شاء الله في التفصيل قد يكون من المستحب لكن نحن نقف على هذه القضية وهي قضية الضوابط التي وضعتها الشريعة لجواز المدح ولكونه مباحا فمن أهم هذه الضوابط أيها الإخوة واحفظوها وانتبهوا لها أن يكون أن تكون هناك حاجة ومصلحة شرعية للمدح إذا أردت أن تمدح فإذا كانت هناك حاجة أو كانت هناك مصلحة شرعية معتبرة للمدح فلا بأس والمصالح الشرعية في هذه القضية متنوعة كما سيأتي إن شاء الله في بيان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل نبينا صلى الله عليه وسلم مدح أو لا ومتى مدح ومن هو الذي مدحه ثم مدح النبي عليه الصلاة والسلام له مرتبة خاصة له خصوصية عليه الصلاة والسلام في ذلك سنذكرها إن شاء الله فعد قليل إذن أول ضابط إذا كان هناك إذا كانت هناك مصلحة شرعية تقتضي أن تمدح يعني مثل إنسان قريب العهد بالكفر يعني أسلم حديثا وأنت تريد بهذا المدح أن تثبته وتقويه وتتألف قلبه هذه مصلحة مثلا طفل صغير رأيته في المسجد يصلي فلا بأس أن تعطيه شيء من المدح من باب تقوية قلبه وتثبيته لكي يستمر على هذا العمل المبارك عثمان رضي الله عنه مثلا حينما حصر في بيته في الأيام العصيبة المعروفة المشهورة في آخر أيام حياته رضي الله عنه احتاج أن يمدح نفسه لكي يبين لهؤلاء الغوغاء والأعراب والجفاه الذين حاصروا بيته رضي الله تعالى عنه يريدوا أن يقتلوه ليبين لهم أنكم تحاصرون رجلا بهذه المواصفات فهل هذا يجوز وهل هذا يصح ذكر عدة أمور فعلها رضي الله عنه من الأعمال الجليلة مثل حفر برومة مثل تجهيز جيش العسرة مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي منه ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة مثل ما فعله في القرآن في المصحف حين جمع الناس وكتب المصاحف العثمانية المشهورة التي هي إلى الآن هي التي يقرأها الناس وهي المعتمدة إلى غير ذلك من الأعمال وجلائل الأعمال التي عملها عثمان رضي الله عنه فاحتاج رضي الله عنه أن يذكر هذه الأمور لا من باب المفاخرة ولا من باب المباهاه إنما هناك مصلحة شرعية تقتضي ذلك فهذا جائز ولا بأس أن يمدح الإنسان وأن يأتي به هذا المدح الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن يكون هذا المدح أيها الأخوة بحق وصدق وعدل وإنصاف فلا يكون هناك مبالغة ولا تكون هناك مجازفة ولا يكون هناك كذب في المدح وهذه من المشكلات الكبيرة التي يقع فيها بعض الناس يتجاوز بالمدح تجاوزا مسفا ويغرق في المدح ويبالغ مبالغة مقيتة في المدح وغير ذلك يتكلم بكلام غير صحيح ويكذب في المدح هذه من الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه لها من الضوابط المهمة في الجواز المدح وهي أن يكون هذا المدح بحق وصدق وإنصاف بلا مبالغة ولا كذب ولا زيادة الضابط الثالث وهو ضابط مهم جدا أن يؤمن جانب الممدوح أن يؤمن جانب الممدوح فتأمن هذا الممدوح إذا مدحته تكون آمنا أن لا يقع في العجب والفخر والغرور وأن لا يفتن لأنه إذا لم يؤمن جانب هذا الممدوح فإنه لا يجوز أن يمدح وتكره يكره مدحه كراهية شديدة كما قال العلماء فمن أعظم الأمور أيها الأخوة أن يؤمن جانب الممدوح أن لا يقع في الفتنة وأن لا يقع في الإعجاب والغرور والكبر والاتكال على مدح الناس وهذه آفات قلبية يقع فيها كثير من الناس أيها الأخوة الذين يمدحون ولذلك يعني جاءت الشريعة بسد هذا الباب في الغالب حتى لا يفتح باب الشر على الناس فإن كثيرا من الناس ضعاف القلوب ضعاف الشخصية إذا سمع مدحا مدح به خاصة في ملأ من الناس وانتشر هذا المدح يصاب هذا الرجل بغرور ويصاب بكبر وفخر وخيلاء وترفع على الناس ويصاب أيضا بالفتنة نسأل الله العافية فيتكل على مدح الناس ويترك العمل ويترك الاجتهاد في الطاعة والعبادة وهذه من أهم الأمور التي جاءت الشريعة بسدها لذلك جاء التعبير في الحديث كما سيأتي قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك وستأتي التعابير أخرى وأوصف أخرى من قول عمر عقرت الرجل وقوله المدح ذبح لأن المدح إذا حصل لهذا الرجل المريض مريض القلب فإنه بذلك يكون كأنك ذبحته كأنك قطعته كأنك أهلكته نسأل الله العافية والسلامة من الضوابط المهمة أيها الأخوة أيضا في المدح إذا أنت احتجت إلى المدح واحتجت إلى أن تمدح يجب عليك أن تقيد هذا المدح وتشترط فماذا تقول تقول أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكيه على الله لا بد أن تقول هذه العبارة خاصة إذا أنت مدحت رجلا بما يكون من الأمور المستقبلية التي لا يعلم هل يختم له بخير أو لا مثل أن تقول هذا رجل من أهل الجنة لا يجوز لك أن تجزم بذلك لا يجوز الجزم بذلك بل تقول نحسب فلانا إن شاء الله أنه من أهل الجنة ولا نزكيها الله والله حسيبه وهو يتولى السرائر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إذن أيها الأخوة هناك ضوابط هذه بعضها ومنها أيضا من هذه الضوابط أن لا يكون هذا المدحو بحضرته وهو موجود في الغالب يعني تحرص أن لا تمدح إنسانا في وجهه إلا إذا كانت هناك حاجة شرعية كما سيأتي معنا إن شاء الله فإذا لم تكنك حاجة شرعية فلا تمدح أصلا لك إذا احتجت أن تمدح فلانا فأحرص أن لا يكون ذلك في حضوره وأن لا يكون ذلك في وجهه لأنه جاءت الأحاديث بالنهي عن مدح الناس في وجوههم بل جاء في حديث المقداد كما سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحثى في وجوه المدحين التراب كما سيأتي إن شاء الله وسيأتي معنا هذا الحديث وتوجيه معناه وتفسير المقصود به إذن أيها الإخوة ترك الثناء وترك المدح هذا هو الأسلم وهذا هو الأصل ولا ينبغي أن يفتح هذا الباب باب المدح والتمادح إلا بضرورة شرعية ومصلحة شرعية وحاجة وتقدر هذه الحاجة بقدرها ولا يجوز الإغراق في المدح ولا يجوز أبدا أن يتخذ بعض الناس المدحة تجارة للعيش والتأكل فلا يأكلون إلا بمدح الناس ولا يصلون إلى أغراضهم ومصالحهم إلا بمدح الناس فإن ذلك لا يجوز أبدا والشريعة جاءت بالنهي عن هذه الأحوال وهذه الأمور لأن مفاسدها مفاسدها كثيرة ونذكر بعض المفاسد التي تحصل لشيوع المدح الممنوع المدح المذموم مدح الكذب والنفاق ومدح الدجل أنا أسميه مدح الدجل والكذب والنفاق هذا المدح لا يجوز أن ينتشر بين المسلمين ولا يجوز أن يتخذ بضاعة ولا يجوز أن يتأكل به بعض الناس من المنافقين ومن أصحاب القلوب المريضة لأن هذه الأمور مفسدة ولها آثار كبيرة على المجتمع وعلى الفرد ولها مفاسد متنوعة ومتعددة فمن هذه المفاسد التي من أجلها منعت الشريعة الإغراق في المدح أنا أقول الإغراق لأن المدح كما قلنا له أحوال يجوز فيها مباح وسنذكرها إن شاء الله في ثنايا الشرح لكن الإغراق في المدح وأن يكون ديداً الإنسان وأن يكون صفةً له هذا له مفاسد كثيرة من هذه المفاسد أيها الأخوة أن هذا المدح قد يفرط في المدح بإفراطه في المدح يؤدي ذلك إلى أن يكذب فإذا وقع في الإفراط المنهي عنه ثم وقع في الكذب ومدح الرجل بما ليس فيه وهذه شهادة زور إذا وقع في عدة مفاسد أولاً أفرط وبالغ ثانياً كذب وإدعى ما ليس فيه وهذه شهادة زور ولا يجوز أبداً أن ترتكب هذه المحذورات من أجل هذا المدح من المفاسد أيضاً أن بعض الناس يمدح ليصل إلى ما يريد ليحقق مصلحة ليحقق غرضاً وهذا هو الرياء والنفاق بعينه لأن هذا الرجل الممدوه قد لا يستحق المدح ولا يستحق ما يقال فيه لكن أنا أمدحه لأصل إلى ما أريد ولأصل إلى من هذا الشخص إلى غرض معين ليحقق لي مصلحة ليحقق لي غرضاً هذا هو النفاق هذا نفاق وهذا الرياء ولنضع الأمور في نصابها ولنقل الكلام على حقيقته أليس هذا نفاقاً بلى والله إنه النفاق بعينه لأن تمدح رجلاً أو شخصاً لتصل من خلاله إلى غرض تريده وهذه من آفات ومن مفاسد المدح المبالغ فيه والمدح الممنوع من المفاسد أيضاً أيها الإخوة من مفاسد المدح الممنوع أن هذا الممدوح قد يكون فاسقاً وقد يكون ظالماً ولا يجوز أن يمدح ثم أن تتمدحه لتحقق غرضاً أو مصلحة فتكون ارتكبت كذباً صراحاً يمقتك الله عليه والله عز وجل يمقت الكذب ويمقت الكذابين والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع على رجل من أهل بيتي أنه كذب في شيء لا يكلمه يعرض عنه حتى يحدث توبة حتى يتوب إلى الله من هذا الكذب الذي فعله فما بالك بهذا الرجل المادح الكذاب الذي يكذب طيلة وقته وكلامه أو يكذب في حياته الأخرى وكلامه الآخر فإن ذلك من أشد الأمور التي يمقتها الله ويبغضها الله سبحانه وتعالى ولا تجوز فقد يكون هذا الممدوح فاسقا فاسقا مجرما قد يكون ظالما فأنت تمدحه بهذا المدح فترتكب هذا المحرم وترتكب الوقوع في هذه المخالفة الصريحة أيضا من مفاسد المدح الممنوع أيها الأخوة أن الممدوح بمدحك أنت تعرض هذا الممدوح للفتنة كما ذكرنا قبل قليل فيزداد عتوا ويزداد فخرا ويزداد غرورا وتكبرا ويرى نفسه أنه أهل لكل خير ويرى نفسه أنه مستحق لهذا المدح ولهذا الكذب ولهذا الدجل فيقع في الآفات الكبيرة والكثيرة والغالب أن كثيرا من الممدوحين يغترون هذا الغالب أن كثيرا من الممدوحين يقعوا في الغرور ويقعوا في الخيلاء والفخر والتكبر وكثير منهم يقع في الاتكال على المدح فيقطع العمل ويترك الاجتهاد والعبادة ولا يتقدم ولا يعمل الصالحات اتكالا على مدح الناس وظن أن هذا المدح على حقيقته وأن الله عز وجل لن يؤاخذه ولن يعاقبه فيقع في هذا العمل أو هذه الآفة الكثيرة ولذلك يا أخوة قل من ينجو من آفات المدح قل من ينجو من آفات المدح وأمراض المدح ومفاسد المدح فلذلك كان الأولى أن يترك هذا الأمر ويقفل الباب ويسد إلا فيما دعت إليه الشريعة وإلا فيما كانت في مصلحة شرعية كما ذكرنا قبل قليل وهذه المصلحة الشرعية تقدر بقدرها ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يكرهون المدح المتتبع لتراجم السلف وأقوال السلف وأفعالهم رحمة الله عليهم كانوا يكرهون المدح ويكرهون التمادح ويكرهون أن يواجههم أحد بمدح ولا يحبون الرجل الذي يمدح ولا يحبون الرجل الذي يتكلم بالثناء والمدح وغير ذلك بل كانوا يعرضون عنه وكثير من السلف كان يقول لمن يمدحه إني أعلم بنفسي منك إني أعلم بنفسي منك وكثير منهم يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون وكثير كان يقول والله لو كان لي للذنوب رائحة لم استطاع أحد منكم أن يجلس بجانبي كل ذلك دفعا لهذه الفتن وهذه المفاسد التي تكون من جراء هذا المدح الممنوع والمدح الذي منعته الشريعة ومفاسده كثيرا وآفاته كثيرا هذا كان منهج السلف رحمة الله عليهم وهذه طريقتهم وهذه أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأنهم قوم نزعت من قلوبهم حب الدنيا وحب الطمع والشهرة والثناء والمحمدة فنزع الله من قلوبهم هذه الآفات وملئت قلوبهم بحب الآخرة وحب الله سبحانه وتعالى وحب الخير والأعمال الصالحة فلم تجد هذه الأمور لم تجد في قلوبهم مساغا ولم تجد في قلوبهم مكانا فلذلك كان من أشد الأمور كراهية عند السلف رحمة الله عليهم أن يمدحهم أحد من الناس بل كان بعضهم كما ذكر ذلك أحد السلف يقول ما سمعت مدحا إلا تصاغرت نفسي وضاقت إلا تصاغرت نفسي وضاقت من هذا المدح لأنه يكرهون هذا الأمر ويعلمون أن له مفاسد وله آثار سيئة نسأل الله العافية يعني قارنوا أحوال السلف رحمة الله عليهم بأحوال بعض الناس اليوم ممن يسعى بيديه ورجليه وبكل ما يستطيع ليمدحه الناس ولكي يثني عليه الناس بل بعضهم نسأل الله العافية والسلام يكلف من يمدحه ويكلف من يثني عليه ومن يذكره في المجالس في حضوره أو في غيبته نسأل الله العافية والسلامة فرق كبير بين أخلاق السلف رحمة الله عليهم وأخلاق بعض الناس اليوم نسأل الله العافية والسلامة يعني بعض الناس نسأل الله العافية عنده وهم الكمال وأنه كامل في كل شيء لذلك لا يرضى أن يسمع نقصا أو عيبا أو نقدا لا يحب هذا الأمر ولا يحب أن ينقد ولا يحب أن ينتقد ولا يحب أن يبين له خطأه هذا أيها الأخوة مرض نفسي نسأل الله العافية مرض حب الكمال وحب المحمدة والطمع في ثناء الناس هذا مرض قل من ينجو منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى والتجربة أيها الأخوة دلت على أن من مدحك بما ليس فيك وأنت سمعت هذا ورضيت سيأتي يوم يتكلم فيك وتنتقص بما ليس فيك جزاء وفاقا جزاء وفاقا لذلك إنسان إذا سمع مدحا وهذا المدح موجود فيه يحذر المادح لكن إذا كان هذا المدح غير موجود فيك أصلا يجب عليك أن تنكر وتوقف هذا المادح وتقول له اتق الله هذا الأمر ليس موجودا فيه لكن بعض الناس إذا سمع مدحا ليس فيه فرح بذلك ورضي وقبل هذا المدح الكاذب هذا بالتجربة سيأتيه يوم والله يسمع من النقص والعيب والذنب ما فيه وما ليس فيه جزاء وفاقا وكما قلت لكم حب المدح والثناء والسعي لإبراز هذا الأمر هذه آفة خطيرة يقع فيها بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة يجعلها الله عز وجل لهؤلاء الأقوام الذين لا يريدون العلو ولا الفخر ولا المفاخرة ولا البغي والعدوان والغرور وغير ذلك بل هم في تواضع وذلة لإخوانهم المسلمين وفي سكون وهدوم أيضا يا والإخوة دلت التجربة على أن بعض الذين يمدحون ويبالغ في مدحهم أنك إذا لقيته وجدته أقل من ما ذكر في مدحه هذا أيضا بالتجربة وهذا رأيناه كثيرا وسمعناه كثيرا نسمع أو نرى مدحا في فلان من الناس ويبالغ في المدح ويقال فيه ما لا يقال ثم إذا رأيناه أو سمعناه أو جلسنا معه أو غير ذلك والله نجد أنه أقل مما قيل في مدحه أن هذا طبيعة بعض الناس المبالغة والحديث عن هذا الأمر بشيء من المبالغ والإفراط وهذا مرض وهذه آفة عظيمة أيها الإخوة وهذا كله كما قلت لكم مخالف العدل والإنصاف والمنبغي والواجب على المسلم أن يكون متحليا بالعدل وتحليا بالإنصاف في كلامه فلا يظلم أحدا حقوقه وحقه ولا يبخس أحدا حقه ولا يتجاوز ويبالغ في حق بعض الناس فيقع في الكذب وفي الإفراط وفي المبالغة التي هي مذمومة وممنوعة في الشريعة إذن أيها الإخوة هذه بعض الضوابط المدح المباح المشروع وما يخالف هذه الضوابط هو المدح المذموم الممنوع وأيضا ذكرنا بعض المفاسد التي تحصل من هذا المدح المذموم وهذا المدح الممنوع وقلنا إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مدح وأثنى ولكن مدح النبي عليه الصلاة والسلام مدح خاص مخصوص به عليه الصلاة والسلام ولا تنطبق عليه هذه الضوابط ولا يكون منه المفاسد لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وكلامه حق مدحه حق صلى الله عليه وآله وسلم وذنبه حق عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم فمدحه عليه الصلاة والسلام لا تنطبق عليه هذه الشرطة ذكرناها ولا المفاسد ولا يمكن أبدا أن يتطرق إليها شيء من المفاسد لأن ما يقوله عليه الصلاة والسلام فهو حق وسيأتي إن شاء الله بعض النماذج التي تحصل أو حصلت منه صلى الله عليه وسلم في مدحه لبعض صحابته الكرام هذه مقدمة يسيرة موجزة عن هذه القضية المهمة وهي قضية المدح وما يتعلق بها من بعض المسائل وطبعا هناك قضايا وتفصيلات كثيرة تركتها لخشية الإطالة وما ذكر فيه كفاية إن شاء الله يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في التمادح وذكرنا معنا التمادح وأنه تفاعل من المدح ويعني لا يشترط أن يكون اكتبادل من الطرفين لكن قد يحصل هذا أن يكون اكتبادل المدح من الطرفين وقد لا يكون قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد خالد هذا هو ابن مهران أبو المنازل بضم الميم وقيل أبو المنازل بفتح الميم الحذاء ثقة لكنه يرسل فيه شيء من الإرسال وتغير حفظه رحمه الله بآخر حياته أو بآخره لما قدم الشام وقيل لأنه تولى بعض الأمور فتغير حفظه بسبب ذلك وقيل له الحذاء لأنه كان يجالس أهل هذه الصنعة وهي صنعة الحذاء فكان يجالسهم فنسب أو لقب بهذا اللقب بهذه الصفة توفي عام 142 للهجرة عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل خيرا بين مسلم رحمه الله في رواية غندر نوع هذا الثناء الذي أثني به على هذا الرجل وهو أنه كما قال في رواية غندر فقال يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله وسلم أفضل منه في كذا وكذا يعني في الصلاة هذا هو نوع الثناء الذي أثني به عليه أثني به على هذا الرجل أثني عليه بأنه كثير الصلاة وأنه حريص على الصلاة وليس هناك رجل بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة منه يعني إذن هذا الثناء مجرد أنه أثني عليه بأنه يصلي وأنه كثير الصلاة مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع هذه هذه الصورة من المدح وبين أنه لا ينبغي فقال عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك كلمة ويحك يلخ وكلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع فيه هلكة ويشفق عليه يقال ويحك وورد في رواية المصنف في الشهادات في كتاب الشهادات رواية أخرى قال ويلك قال ويلك وويلك هذه كلمة ويلك كلمة عذاب ويعني يراد بها التبكيت ويراد بها التحذير والتهديد لأن كلمة عذاب بخلاف ويحك فإن كلمة ترحم وتوجع فيبدو أن يعني الرواة بعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر المعنى الآخر ويبدو أن القصة تعددت فلذلك حصل هذا الاختلاف من الرواة وبعض الشراح الحديث يقول إن ويلك هي تأتي بمعنى ويحك ويستدلون بقول الشاعر ألا يا طبيب الجني ويحك داوني فإن طبيب الإنس قد أعياني فإن طبيب الإنس قد أعياه دائيا فاستخدم هنا ويحك ويحك بمعنى ويلك فيقول بعض الشراح الحديث إنهما مترادفان يستخدم هذا مكان هذا والصحيح والصواب هو الأول أن ويحك كلمة ترحم وتوجع أما ويلك فتختلف تماما هي كلمة تقال للعذاب والتهديد والوعي قال قطعت عنق صاحبك ويحك قطعت عنق صاحبك وقد ورد في هذه الرواية أنه كررها مرارا كررها مرارا مما يدل على خطورة هذا الأمر وخطورة آثاره ومفاسده وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل منك يعني هذا المدح منك يؤدي إلى قطع عنق صاحبك يؤدي إلى هلاكه ويؤدي إلى تركه العمل وإلى قطعه عن الخير وانقطاعه عن الخير وهذا من أعظم مفاسد المدح المذموم الذي منعته الشريعة فكأن هذا الرجل أيها الأخوة كان يعمل ويجتهد في العبادة ثم أنت بمدحك هذا له قطعته عن هذا الأمر وأهلكته بهذا المدح فانقطع عن العبادة قال عليه الصلاة والسلام قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا يعني هذه العبارة مكررها عليه الصلاة والسلام ليبين خطورة هذا الفعل وخطورة هذا الأمر ثم بين عليه الصلاة والسلام مسألة مهمة وهي أنه قد نحتاج إلى المدح وأنه قد يحصل هذا الأمر لمصلحة معينة فقال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم مادحا لا محالة يعني إن كان سوف يمدح لا محالة وقوله لا محالة يعني لا حيلة له في ترك المدح لا حيلة له في ترك المدح وهذه بمعنى لا بد يعني إن كان لا مادحا ولا بد لا بد أن يمدح إن كان هذا أمر خارج عن إرادته ولا حيلة له في ترك هذا المدح فليقل أحسب كذا وكذا هذا الشرط والقيد الذي ذكرناه قبل قليل وأنك إذا اضطريت أن تمدح وكان هذا أمر خارج عن إرادتك ومضطر أنك تمدح لمصلحة شرعية أو لأمر آخر فلتقيد ذلك وتشترط تقول أحسب كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى وهذا يدل أيها الأخوة كما ذكرنا قبل قليل أن الأصل هو المنع من المدح الأصل هو المنع من المدح إلا في حالات معينة وفي مصلحة شرعية تقتضي ذلك فإذن النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه ومفهوم خطابه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأصل أنك أنت أيها المسلم لا تمدح تتوقف على المدح إن كان هناك لابد أن تمدح ولا محال من أنك تمدح فيكن ذلك لكن بشرط وبقيد وبيّن عليه الصلاة والسلام هذا الشرط وهذا القيد أن تقول أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك أو إن كان يرى يعني المادح أنه كذلك يعني يستحق المدح وأن فيه من الصفات ما يمدح من أجلها وأن هناك مصلحة شرعية تقتضي المدح ومن الحاجة أن يمدح فلا بأس بشرط أن تقول هذه العبارة والله حسيبه أو حسيبه الله حسيبه الله يعني كافيه الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحاسبه ولست أنا الذي أحاسبه والمعنى يا والإخوة هو إيكال هذا الأمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم بواطن الأمور ويعلم سرائر الأمور وهو الذي يحاسب عباده وهو الذي يعلم السر هذا العبد وعلانيته ويعلم حقيقة أمره وأنت لا تعلم ذلك لذلك توكل هذا الأمر إلى الله عز وجل فتقول أحسبه كذلك والله حسيبه وهو المطلع على ضمائره والمطلع على نيته والمطلع على خفايا أعماله فقد أكون أمدحه في الظاهر وهو في الباطن على خلاف ذلك لكن من يتولى هذا ومن يعلم ذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك نوكل الأمر إليه ولا نجزم بالمدح ولا نقول إن فلان والله من الصالحين ونسكت لا تكون نحسبه من الصالحين ولا نزكيها الله لأن الذي يعلم حقيقة الصلاح هو الله سبحانه وتعالى ويعلم خفايا أمر هذا العبد وسرائره ويعلم ماذا يصنع هذا العبد إذا خلى بربه نسأل الله العافية فإن بعض الناس نسأل الله العافية فيما يبدو للناس أنه صالح وأنه رجل صالح وفيما يبدو للناس أنه رجل مصلح وإذا خلى بمحارم الله انتهكها نسأل الله العافية والسلامة إذا خلى بمحارم الله انتهكها انتهكها وهذا من أعظم ومن أعظم ما يستدعي مقت الله عز وجل وغضب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فهذه الأمور أيها الأخوة قد يفعلها بعض الناس ويتساهل فيها هذه المصيبة أن يتساهل في هذا الأمر وما يشعر أن هذه من أعظم الأسباب التي تجعل الله عز وجل يمقتك مقتا شديدا وإذا مقت الله عبدا نسأل الله العافية والسلام قطع عنه أسباب التوفيق وأسباب الخير وأسباب الرحمة وغضب الله عليه ومنع عنه كل خير وهذه الأمور قد تحصل بأشياء يتساهل فيها بعض الناس يتساهل في الكلام ببعض الكلمات يتساهل في بعض الأفعال بعض التصرفات ويتساهل في هذا الأمر وما يعلم أن الله عز وجل قد مقته وهو يتمتع بهذه الشهوة التي حرمها الله أو بهذا الأمر يخالف بها أمر الله عز وجل والله عز وجل قد مقته نسأل الله العافية والسلامة قال عليه الصلاة والسلام يعني يقول وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا وفي رواية غندر ولا أزكي أي أنه لا يجوز لك أن تقطع وتجزم بأن فلانا صالحا تقيا لأن هذه تعتبر تزكية هذه تعتبر تزكية تعد تزكية والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تزكوا أنفسكم ولا غيركم من الناس فإن الله هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى واللفظ هذا جاء على صيغة الخبر ولا يزكي على الله أحدا والمراد النهي يعني لا تزكوا لا تزكوا أحدا من الناس لأنكم لا تعلمون حقائق الناس وخفايا أمورهم والذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى وتعالى إذن يا إخوة هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الأصل هو المنع من المدح إلا لحاجة وضرورة ومصلحة كما قال عليه الصلاة والسلام فإن كان أحدكم مادحا لا محالة يعني لا حيلة له في ترك المدح ولا بد أن يمدح فهناك شروط وضوابط بيّنتها الشريعة وهذا الحديث بيّن شرطا من هذه الشروط وبيّنها لكم قبل قليل بقية الشروط والضوابط التي يجوز من أجلها أن يمدح فلان أو علان من الناس وأما غير ذلك فاحفظوا ألسنتكم أيها الإخوة والله إني لكم ناصح احفظوا ألسنتكم لا تغرقوا في مدح أحد من الناس ولا تتورطوا في هذا الأمر لأن الله سائلكم يوم القيامة يوقفك الله يوم القيامة ويقول أحقا ما تقول في فلان أنت قلت كذا هذا حقا لباطل ماذا تجيب؟ وماذا تقول؟ إذا كنت تريد مصلحة وغرض أو تريد رياء وسمعة ونفاق وكذب ودجل هذا أمر آخر لكن يجب أن تعد لهذا السؤال جوابا لأنك مسؤول أمام الله عز وجل عن كل كلمة تقولها فلا تتورط في مدح أحد لا تمدح نفسك ولا تثني على نفسك ولا تبرز أعمال نفسك وتقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا حتى يمدحك الناس لأن هذا هو النفاق وهذا هو الرياء الذي كان يحذره السلف رحمة الله عليهم وكان يحذرون منه أشد التحذير أن يتكلم الإنسان بأعمال نفسه وبأعمال ما يقوم به إلا عند الضرورة كما ذكرنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأما غير ذلك فالأصل هو المنع من ذلك وهنا دخل رجل إلى المسجد فصلى فكان هناك قوم مدحوه في صلاة قالوا رجل من العراب قالوا ما شاء الله هذا صلاته على السنة وصلاته خاشعة وكذا وإلى آخره من هذا الألفاظ وهذا المدح فالتفت إليهم وقال وأنا أيضا صائم فقال الأصمعي صلى فأعجبني وصام فرابني نح القلوصة عن المصل الصائمي يعني أنت مدحوك الناس على الصلاة ثم التفت قالوا وأنا صائم ترى أنتبه يعني كذلك امدحوني على الصيام فهذه مشكلة بعض الناس يعني مشكلة بعض الناس أنه يحب المدح يحب أن يثنى عليه يا أخي هذا الدليل على أن قلبك خالي من تعظيم الله عز وجل لأن الذي يمدح ويثني ويرفع ويخفض من أنت ولا الناس الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يثني عليه سبحانه وتعالى وهو الذي يحب فإذا أحبك الله عز وجل والله سيرفعك شئت أم أبيت والله إذا أحبك الله وإذا كنت عند الله وجيها فسوف يرفعك الله ولابد شئت أم أبيت لكن المشكلة أن بعض الناس يستعجل الثمرة كما يقال يستعجل يريد أن يبرز نفسه يريد أن يظهر نفسه فيعمل أعمال تلفت النظر كما يقولون ويعمل أعمال لكي يمدحه الناس ويثني عليه الناس فيكون هذا الأمر وبالا عليه وبالا عليه وكم رأينا يا إخوة ورأيتم وسمعتم من أناس حرسوا على هذا الأمر أنهم يعني يظهروا وأن يبرزوا وأن يرتفعوا وأن يثني عليهم الناس فجاءتهم المذمة من هذا الباب جاءتهم المذمة وسخط الناس وغضب الناس عليهم ومقت الناس عليهم من هذا الباب الذي هم كانوا يسعون إلى أن يكون هذا الباب باب رفعة لهم وعلو وارتفاع على الناس تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقد كتب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عائش رضي الله عنها كتاباً يطلم منها أن توصيه بوصية وتكون موجزة فقالت رضي الله عنها في وصية عظيمة من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عليه الناس وفي رواية من أسخط الناس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده ذام يعني اللي كان بالأمس يمدحك اليوم ذمك واليوم انتقصك ويعيبك ويذكر عيوبك ويفضحك أمام الناس الذي كان بالأمس يمدحك ويثني عليك بالباطل ويثني عليك بالكذب وأنت ترضى بهذا المدح وتسمع هذا المدح الكذب الباطل وترضى به اليوم هذا الرجل هو الذي يذمك ويعيبك وينتقصك فاتقوا الله يا إخوة واحذروا من هذه المفاسد وهذه الآثار وهذه الأبواب التي قد يتساهل فيها كثير من الناس لكنها من أبواب المقت العظيمة التي يمقط الله تعالى بها الإنسان ويمقط بها العبد وهو لا يشعر نسأل الله العافي والسلامة نعم هذا الحديث يا إخوة أخرجه الشيخان وأبو داود وابن الماجة نعم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ما يطريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل نعم يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى سبق التراجم هؤلاء الرواه جميعا عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه ويطريه بضم الألياء وسكون الطاء من الإطراء يعني المبالغة في المدح وفي رواية الصحيح عند البخاري قال ويطريه من المدحة بكسر الميم يعني مبالغة في المدح وفي الإطراء هذان الرجلان يعني سمع رجلا يثني على رجل لم يذكر في هذه الرواية لكن ورد في مسند أحمد ما يشير إلى أن الرجل الممدوح هو محجن الرجل المادح هو محجن ابن الأدرع السلمي محجن ابن الأدرع السلمي فقد ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل المسجد وقد أخذ بيد محجن هذا فرأى رجلا يصلي في المسجد فكأن الصلاة أعجبت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمحجن من هذا فقال أثنى عليه وأطراه في المدح وبالغ في مدحه ويبدو أن هذا الرجل الممدوح الذي كان يصلي هو عبد الله بن النجادين كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الإصابة في ترجمة عبد الله هذا فهذا الرجل مدح هذا الرجل وهو لا يسمع وهو يصلي وهم بعيدين بعيدون عنه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعه من المدح وكما ورد في رواية أحمد قال أسكت لا يسمعك فيهلك أسكت لا يسمعك فيهلك لأن هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب أن كل من يمدح ويبالغ في مدحه أنه سيقع في الفتنة وسيقع في الإعجاب بنفسه والغرور والفخر والخيلاء هذا في الغالب طبعا ليس كل الناس لكن هذا في غالب الأمر لأن نفس الإنسان البشرية ضعيفة تضعف أمام المدح وهذا مجرب كل إنسان منا جرب هذا الأمر يضعف الإنسان أمام المدح وقد يأتي الإنسان لشخص يريد منه حاجة فيقدم بين يدي هذه الحاجة بعض الألفاظ والعبارات من المدح والثناء وكذا فالرجل الآخر إذا به يضعوف ويقبل بعد أن كان متشددا في هذا الأمر ومانعا لهذا الأمر فهذا مخرج مخرج الغالب يعني لا يلزم أن يكون كل الناس يغترون ولا يلزم أن يكون كل الناس يتأثرون بالمدح لكن هذا خرج مخرج الغالب فهذا الحديثان أيها الإخوة الذين ذكرهم البخاري في هذا الباب يدلان دلالة واضحة على خطورة المدح ومفاسد هذا المدح الممنوع الذي جاءت الشريعة بمنعه وأنه لا يجوز أبدا للمسلم أن يسعى لهذا الأمر وأن يحب المدح لأن حب المدح وحب الممدحة وحب الثنى والشهرة من أعظم الأبواب ومن أعظم أبواب المهالك والمفاسد والتي تجرع العبد كثيرا من الشرور نسأل الله العافية والسلامة وكما قال هنا عليه الصلاة والسلام أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل لأن هذا المدح المبالغ فيه وهذا المدح الممنوع يؤدي إلى هلاك الرجل فكيف يهلك هذا الرجل ينقطع العمل ويتكل على مدح الناس ويغتر بمدح الناس فينقطع عن العمل ويترك العمل ويترك الاجتهاد في العبادة ويترك التقدم في أعمال الخير فكأنك قطعته ومنعته من هذا الأمر فهلك بسبب هذا المدح نسأل الله العافية والسلامة نعم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقارك الله هذا أثر عن عمر رضي الله عنه يبين أيضا خطورة المدح الممنوع المذموم الذي ذكرناه قبل قليل قال البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عمران بن مسلم هو المنقري بكسر الميم أبو بكر القصير البصري أبو بكر القصير البصري ثقة عند جمهور المحدثين هناك بعض رواة الحديث بعض علماء الجرح ضعفوا عمران هذا لكن الصحيح والصواب أنه ثقة عند جمهور المحدثين هذا الرجل مدح عند عمر رضي الله عنه مدح في وجهه وفي مصنف بن أبي شيبة أن هذا المدح حصل للرجل حينما أدبر ولكنه يسمع يسمع ما قيل فيه من المدح فعمر رضي الله عنه من فقه رضي الله عنه بيّن خطورة هذا الأمر قال عقرت الرجل عقرك الله يعني كأن شبه الرجل كأنه كالبعير الذي يعقر فإذا عقر البعير سقط ولم ينتفع به ومات وهلك فهذا المدح يؤدي بالرجل إلى أن يهلك ويسقط وينقطع عن العمل وعن الاجتهاد في العبادة فكأنك عقرته يعني كأنك ذبحته وكأنك أهلكته وقطعته عن عمل الخير وهذا من عظيم فقه عمر رضي الله تعالى عنه يقول عاصم أحد السلف رحمهم الله قال قلت للقاسم ابن محمد أيكره للرجل أن يمدح أخاه وهو شاهد يعني حاضر موجود وتمدحه في وجهه قال نعم نعم يكره أن يمدح في وجهه فقلت وإن كان غائبا قال القاسم رحمه الله كان يقال لا تمدح أخاك يعني كعلى الأصل الذي قررناه قبل قليل أن الأصل هو أن لا يدخل الإنسان في قضايا المدح هذه إلا إذا كانت هناك حاجة ومصلحة شرعية تقتضي أن يقول المدح كما قال عليه الصلاة والسلام وإن كان مادحا ولا لا محالة يعني لا حيلة له في ترك المدح يقول إبن مسعود رضي الله عنه إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه شيئا وهذا كما ذكرناه قبل قليل قد تكون لك حاجة عند رجل ثم تأتي إليه وأنت تعلم أن هذا الرجل ليس في هذا المدح ليست في هذا الصفات لكنك تكذب وتتكلم بهذه الصفات وهذا المدح لكي تصل إلى حاجتك وإلى غرضك هذا كله من النفاق والرياء وهم الكذب والدجل الذي تحرمته الشريعة فأبن مسعود رضي الله عنه يقول إذا كانت لك حاجة عند رجل فاطلبها طلبا يسيرا طلبا بشرف بكرم بعزة بعدم ذل وإذلال نفسك وإراقة ماء وجهك بعدم الكذب والنفاق والرياء فتمدح هذا الرجل بما ليس فيه يطلبها طلبا يسيرا حتى تأتيك وأنت عزيز نفس وأنت عزيز نفس غير ذليل وغير مريق لماء وجهك وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه وهو أن المدح يعقر صاحبه ويقطعه ويسقطه فلا يستطيع التحرك هو المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل في الحديثين الذين ذكرناهما هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره في مصنفه وهو إسناده حسن نعم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول المدح ذبح قال محمد يعني إذا قبيلها نعم يقول البخاري رحمه الله في هذا الأثر وهذا أثر ثاني في هذه المسألة يعني في هذا الباب ذكر حديثين وذكر أثرين كلاهما عن عمر رضي الله عنه قال حدثنا حدثنا عبد السلام عبد السلام هو عبد السلام ابن مطهر ابن حسام الأزدي أبو ظفر البصري ثقة ضابط عند جمهور المحدثين توفي عام مائة واربعين وعشرين عام مائتين واربع وعشرين مائتين واربع وعشرين قال حدثنا حفص عن عبيد الله سبق التراجم حفص عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه وزيد كذلك سبق الترجمته أبوه هو أسلم أسلم هذا هو مولى عمر ومشهور أسلم مولى عمر حبشي من سبي عين التمر وهي معركة مشهورة ثقة توفي عام ثمانين سنة ثمانين وهو فوق المئة تجاوز المئة هذا أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال أسلم سمعت عمر رضي الله عنه يقول المدح ذبح قال محمد يعني البخاري رحمه الله يعني إذا قبلها يعني إذا قبل هذا المدح وقبل هذا الثناء ورضي بهذا المد فقد ذبح فقد ذبح طبعا ذبح مجازي ليس على الحقيقة لكن المقصود به أن هذا المدح يؤثر في هذا الرجل تأثيرا بحيث أنه ينقطع عن العمل فيهلك وإذا هلك فكأنه ذبح وكأنه عقر كما قال ابن عمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث في الأثر السابق وهذه الآثار يليقوا وهذه الأحاديث كلها تدل كما ذكرنا دلالة واضحة على خطورة هذه المسألة التي يتساهل فيها كثير من الناس والسلف رحمة الله عليهم مضت طريقتهم ومضت سيرتهم على كراهية المدح وكراهية المدحين وبغض هذا الأمر وأنهم لا يسمحون أبدا لأحد أن يمدحهم ولا يحبون ذلك ويكرهون هذا المدح بناء على الأصل الشرعي الأصل الشرعي هو المنع من هذا وإلا لحاجة وإلا لضرورة كما ذكرنا ذلك لكن لو لو فرض أنك سمعت مدحا لك وأنت لم تطلب ذلك ولم تسعى إليه ولم تحرص على هذا المدح فهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أن الرجل إذن أيها الأخوة ذكرنا أن الأصل هو المنع من المدح وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتورط في قضايا المدح إلا لمصلحة شرعية أو لحاجة شرعية كما ذكرنا ذلك وفصلناه لكن مسألة هنا لو أنك تعرضت للمدح يعني سمعت مدحا فيك وأنت أصلا لم تقصد هذا الأمر ولم تطلب ولم تسعى إلى هذا الأمر فذكر ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يقول أو كانت إجابته تلك عاجل بشرى المؤمن فهذا من عاجل البشرى الذي يكرم الله تعالى به بعض عباده وقد ثبت في الحديث أن الذي يحبه الله والعبد الصالح لا يخرج من الدنيا إلا وقد ملئت مسامع الناس ثناء عليه وقد ملئت مسامعه هو ومسامع الناس من الثناء عليه ومن مدحه فهذا الأمر أيها الأخوة إن جاءك من غير طلب ولا سعي ولا بحث لا تبحث ولا تسأل ولا تسعى فهذا الأمر فهذه كرام من الله عز وجل هذه بشرى الله عز وجل أراد أن يبشرك وأراد أن يثبتك وأراد أن يقويك فأسمعك بعض مدح الناس فيك بحق وهذا إن حصل منك بدون قصد ولا سعي ولا مراءة ولا حب لهذا الأمر فهذا أجر من الله عز وجل وثواب عجله الله تعالى لك وعلامة هذا الأمر علامة أنه لا يعني علامة هذا المدح أنه لا يضرك ولا يؤثر فيك إن شاء الله أن هذا المدح الذي سمعته من الناس بغير قصد منك وبغير سعي ولا طلب منك هذا المدح لا يؤثر فيك فلا يجعلك تغتر ولا تتكبر ولا تفخر ولا تقع في الغرور والخيلاء بل يزيدك تواضعا لله عز وجل وشكرا لنعمه ويزيدك اجتهادا في الطاعة والعبادة لأن الصالحين أيها الإخوة إذا سمعوا بعض المدح يخشون أن يكون هذا استدراج وهذا فتنة فقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال أبقاك الله ذخرا لإسلام فغضب الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه وقال ومن أنا ومن أنا حتى يبقيني الله ذخل الإسلام إنما أنا أحمد يعني يريد بس رحمة الله فقط وأن يعفو الله عنه من أنا حتى يقال هذا الأمر وذكر له رجل أن الناس بالثغور في الشرق وفي الغرب يدعون الإمام أحمد فبكى رضي الله عنه ورحمه الله لماذا لأنه يخشى أن يكون هذا استدراج بل قال هو ذلك بنفسي صريحة صراحة قال أخشى أن يكون هذا استدراجا وفتنة نسأل الله العافية فالمؤمن والصالح الذي يخاف الله عز وجل لا يسعى للمدح ولا يسعى لطلب المدح من الناس ولا يريد المدح يكره المدح أشد الكرة لكن إن وقع المدح من الناس لبعض أعماله وبعض صفاته و يعني ما يقوم به فهذا من عاجل بشرى المؤمن لأنه لم يطلب ولم يسعى لذلك فعلامة أن هذا المدح لا يؤثر عليه أنه يزداد تواضعا لله عز وجل ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى ويزداد ذلة لله عز وجل لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء وبيه دي الأمر وهو يعلم حقائق الناس وحقائق قلوبهم وما تقوم عليه قلوبهم وما تقوم عليه قلوبهم ثم إنه يخشى كما قلت إن يكون هذا استدراج وأن يكون هذا فتنة فيقع في الفتنة وهو لا يشعر وكم من الناس يقول إخوة وقعوا في هذا الفتنة وهم لا يشعرون فتنة الرضا بالمدح وطلب المدح والسعي إلى المدح فوالله إن ذلك باب فتنة عظيم لمن كان يعقل على الله عز وجل ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمنعون من يمدح ويوقفونه ولا يسمحون لأحد أن يمدحهم وأن يتورط في مدحهم لأنهم يعلمون حقائق أنفسهم ويعلمون أن الله عز وجل هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما فائدة أن يمدحك الناس ويثني عليك الناس وأنت عند الله وضيعا وأنت عند الله ممقوتا وأنت عند الله مغضوبا عليك ما الفائدة ماذا تستفيد والله ما تستفيد شيء ولا تستفيد إلا أن تزيد في غضب الله عليك ومقت الله عليك نسأل الله العافية والسلامة فاتقوا الله ونخوا واحرصوا على إصلاح بواطنكم وسرائركم وأن تكون بواطنكم خيرا من ظواهركم فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أموالكم ولا إلى مناصبكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإن صلحت صلح جسدكم وأعمالكم وحياتكم واستقامت حياتكم وإن فسدت قلوبكم نسأل الله العافية والسلامة فسدت حياتكم كلها